سوف نتعرف في هذا الوزء على كيفية إدراك ملف عمل تم إنشاؤه في برنامج Excel وإضافته إلى المجتمع الحالي ونبدأ بفتح القائمة Insert واختيار File ومن أخانة Files of Type نختار All Files لكي تظهر جميع الملفات الموجودة في المجلد المختار ثم نختار الملف الذي نريده ونضغط Insert سيظهر هذا المربع الحواري حيث يمكننا اختيار إدراك المستند الكامل وهو الوضع الاستراضي لبرنامج أو أن نختار إدراك صفحة معينة فقط باختيار الصفحة التي نريدها من هذه القائمة ولتكن الصفحة Maximizing Income سيتم إدراك الصفحة التي اخترناها إلى المستند الحالي وسوف يمكننا تنسيق البيانات الموجودة دافل هذا الجدول بنفس طريقة تنسيق الكتابات فنقوم باختيار الصفحة الأول حيث يمكننا تغيير نوع الخط وتغيير الحجم كما يمكن تغيير اللون وأسلوب الخط والعديد من التنسيقات الأخرى للكتابات ويمكن أيضا ضبط المستند الحالي بالمستند الأصلي في برنامج Excel ولعمل ذلك نفتح المستند الأصلي في برنامج Excel ثم نختار البيانات التي نريدها ونضغط على مفتاح Copy من شريط الأدوات ثم ننتقل إلى المستند الحالي في برنامج Word ونفتح القائمة Edit ونختار الأمش Paste Special ومن المربع الحواري نشغل الاختيار Paste Link ومن القائمة Add نختار Format Text RTF لكي تتحول بيانات المستند إلى جدوى العادي عند فصل الارتباط بين المستند الحالي والمستند الأصلي ثم نضغط OK والآن نجرب عمل هذه الرافضة فنعود مرة أخرى إلى برنامج Excel ونقوم بإجراء بعض التعديلات وعند العودة إلى برنامج Word سوف نجد أنه قد تم تحديث هذه التعديلات وتطبيقها مباشرة على المستند الحالي شكرا شكرا